سنتعرف على طريقة كيفية ايضافة المستفيد جديدة على تطبيق استياج قموا بالدغط على رابط الايدادات سنضغط العداد功 سنقوم بالنزل اللى الاسفل والدغط على صياج اي some سنهدخنا على اقاف الاجباري سنقوم بالدغط على الموافقة سنقوم بالدغط على المكان تخزين سنضغط على مسح تخزين المهقط ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياش خاص بكم سوف يضعنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بدغت عليه وسياشي مش حديد تطبيقكم السياش. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة. ونعاكم في فيديو القادم إن شاء الله.